محمن الرحيم وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد وآله وبعد فأبدأ كلمتي بتقديم عبارة الشكر إلى مديري دار الحديث الحسنية وإلى اللجنة التنظيمية على تعوتهم الكريمة للحضور في هذا المجمع العلمي الحافل إلى جانب هؤلاء القمم المشغلين بالفكر والبالشريعة وبعلوم العقائد وأفتخر بأنني أجالس اليوم أحد أساتذتنا الكبار الأستاذ مصطفى بن حمزة الذي كنا نتوقع ونحلم في ماضي الزمان بمجالسته فشكراً للجميع على هذه الدعوة الغالية مداخلة تتعلق بالعنوان الذي ذكره الأستاذ عبد الله مسير هذه الجلسة ولكن هناك تعديلاً في العنوان ليس من الضروري أن أخوض فيه وكذلك هناك تلخيص للموضوع حاولت أن أقوم به كتابة لكي أختزل فيه الوقت قدر المستطاع علماً بأنني لن أتناول كل ما قدمته في البحث الذي رفعته إلى المؤسسة فقد سأناقش مسألة تتعلق بالمشروعية لقيمتها وأهميتها وإن كانت تتقاطع في الكثير من الأشياء مع ما قاله الدكتور أحمد قبل قليل نسعى من وراء هذه الورقة إلى قراءة موقف أبي الحسن الأشعري من علم الكلام وفكره قراءة نسقية غير مجتزأة تختبر الصحة ما رآه بعض الباحثين قبل مدة غير يسيرة من إمكانية قراءة آراء الرجل قراءة منسقة غير متشضية فقبل نحو أقل من نصف قرن ما لباحثون أمثال جورد سير وجور مقدسي إلى عد أبي الحسن الأشعري مثالاً لانتصار التوجه السني المحافظي وغير العقلاني إلى حد ما مستندين في ذلك إلى جملة معطيات موضوعية أبقت تفسيرهم مقبولاً في خضم حيرة الباحثين إذ زاء وجود تفسير مقبول لعقلانية الأشعري ظاهرة في بعض نصوصه كاللمع والحث على البحث أو رسالة استحسان الخوط في علم الكلام فضلاً عن رسالة إلى أهل الثغر الثابت عدم صحة نسبتها إلى الأشعري بآخر ولم نرى نحن في دراسة نشرناها سنة 2013 ميلادية بالإبانة عدد واحد أي داع لحصر أبي الحسن الأشعري في سؤال الثنائيات عقلاني محافظ كما لم يرى العلامة دانيال جيماري جدوى في ذلك في دراسته الجيدة عن مذهب الأشعري لقد عاش الأشعري في كنف الاعتزال وفي حضن أبي علي الجباء المعتزلي زماناً غير قصير ومن المتفق عليه في سيرته أنه رجع عن الاعتزال غير أنه اختلف في المذهب الذي رجع إليه بعد ذلك واختلف أيضاً في الاختيار العقدي الذي استقر عليه في آخر عمره وطرح السؤال هل كان في ترك أبي الحسن الأشعري للاعتزال ترك لعلم الكلام برمته؟ وهل انتهى اختياره المنهجي إلى نبذ الكلام ورفضه بإطلاق؟ أم أن الترك كان مقتصراً على طريقة المعتزلة وآرائهم؟ وأن الرجوع كان لفائدة طريقة كلامية جديدة أو بالأصح جديدة المنهج مسبوقة في أهم المضامين من طرف الكلابيين وأهل الحديث ورغم كثرة الإشكالات العلمية والعقدية المرتبطة بسيرة وفكر هذا الإمام إلا أننا في هذه الكلمة المختصرة سنكتفي بمعالجة موضوع مشروعية البحث الكلامي عنده هذه المشروعية التي سينبني عليها بعد ذلك مشروعه الكلامي وستظهر انطلاقاً منها طموحاته الفكرية والعقدية والنسقية عنوان المشروعية الكلامية من رسالة استحسان الخوض في علم الكلام ننطلق فيه لمعالجة من قناعة أساسية بصحة نسبة هذه الرسالة إلى مؤلفها أبي الحسن الأشعاري وأعد أهم الأدلة على صحة هذه النسبة إثبات المتكلم السني الكبير أبي القاسم الأنصاري لها منسوبة إليه مع عدم وجود أدلة مخالفة قاطعة تمنع من نسبتها إلى الإمام فقد داب عبد الرحمن بدوي إلى استبعاد أن تكون الرسالة من تأليف أبي الحسن نظراً لكون أسلوبها في نظره يختلف عن أسلوب الأشعاري في سائر كتبه التي وصلتنا ثم لأن مشكلة الخوض في علم الكلام أو الإمساك عنه على ما يرى متأخرة عن عصر الأشعاري وبغض النظر عن المعطى التاريخي والنصي المثبت صحة نسبة الرسالة إلى الأشعاري فإنني أعتقد أن الاعتبارين الذين تعلّل بهما بدوي بتشكيكه أو بالأصح نفيه نسبة الرسالة إلى أبي الحسن لا يستندان إلى تكأة قوية بل الصواب في نظر أن أسلوب الرسالة يتوافق مع أسلوب الأشعاري في كتبه الأخرى كما أن مشكلة مشروعية البحث في علم الكلام لم يكن غريبا البتة عن البيئة الكلامية لفترة أبي الحسن كيف؟ وقد ألف معاصر وبلدي لأبي الحسن هو المحدث الأسري ابن بطة كتابا سماه الشرح والإبانة على أصول الديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء الماريقين هاجم فيه بعنف الخارجين عما اعتبره منهج السلف في أمور معدودة وشنع عليهم وصب عليهم نعوت المخالفة للشرع والمروق منه وقد انتهى ابن بطة في كتابه إلى إغلاق باب الجدل الديني لاعتقاده أولا بأن الشرع أقفل هذا الباب منذ الوهلة الأولى بالنظر إلى النصوص الشرعية الواردة في الموضوع والمحذرة من الجدل وثانيا لأنه يعتقد أن منهج أهل الرأي والبحث العقلي منهج مبتدع في الدين لم يكن معروفا في أهد الصحابة والسلف الأول ولم يرد في الشرع ولا في الواقع ما يسوّغ الاشتغال به لأنه لا يتوقف عليه شيء من أمر الدنيا ولا الآخرة وبالرجوع إلى نص الرسالة التي يدافع فيها الأشعالي عن مشروعية البعت في الكلام نجد صدى وإجابات مباشرة عن الأسئلة والحجج التي قدمها معاصره ابن بطة بل نجد فيها مناقشة عميقة للأسئلة التي واجهت المتكلمين من أهل السنة الأشعالية على امتداد تاريخهم الطويل المسخر للدفاع عن ثوابت العقيدة وفق الاختيار الجدلي والكلامي المتبع في البحوث والمناظرات يفتتح الأشعالي رسالة استحسان الخوض في علم الكلام بعرض رأي الطائنين في النظر والبحث عن الدين الميالين للتخفيف والتقليد الذين زعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجسم والجوهر والعرض وصفات الباري عز وجل بدعة وضلالة ودليلهم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وأصحابه لم يتكلموا فيه والحال أنه عليه الصلاة والسلام لم يموت حتى تكلم في كل ما يحتاج إليه من أمور الدين وبينه بيانا شافية ولو كان الكلام يقولون خيرا لما فات الرعيل الأول التحدث فيه فلا يخلو الأمر إما أن يكونوا علموه وسكتوا عنه أو أنهم جاهلون به فإن كان الأمر الأول فكان ينبغي أن يسعنا ما وسعهم من سكوت وإن كان الثاني فيلزم أن يسعنا جهله كما جهلوه لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه وعلى كلا الوجهين فالكلام بدعة في الدين والخائدون فيه ضالون أرد الأشعار على هذا الموقف من ثلاثة أوجه الأول قلب فيه السؤال عليهم بأن أوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يتكلم في علم العقيدة إلا أنه لم يضلل المشتغلين به ويبدعهم ولما كان المخالفون قد سقطوا في تبديع المشتغلين به فإنه يلزمهم السقوط في البدعة من جهتهم إذ قد تكلموا في شيء لم يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام وضللوا من لم يضلله الثاني أن يقع إثبات معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وغيرهم من التابعين بقضايا الكلام واستلاحاته وإن لم يتكلموا في كل واحد من ذلك معينة لأن أصولها توجد في القرآن والسنة جملة غير مفصلة فمن ذلك أن ما جاء في قصة إبراهيم في القرآن عن أفول الكواكب والشمس والقمر وتحركها يشير إلى ما التزمه المتكلمون من القول بالحركة والسكون والاجتماع والافتراق إلى آخره ومنها أن تكلم المتكلمين عن التوحيد بالتمانع والتغالب مرجعه الكتاب أيضا لقوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه القلق عليهم قال الأشعرين وكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد والعدل إنما هو مأخوذ من القرآن فكذلك في جواز البعث فاحتج على المقر منهم بالخلق الأول بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وعما الطائفة التي أنكرت الخلق الأول والثانية وقالت بقدم العالم لاستحالة الجمع بين الحياة الرطبة والموت اليابس في نظرهم فاحتج الله تعالى عليهم بأن قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ثم مضى الأشعري يقدم أمثلة أخرى من حجاج السنة على الدهريين في القول بأزلية الحركة والزمان وفي ادعاء القسمة غير المتناهية لأجزاء فرد عليهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل لا عدوى ولا طيارة الذي يذكر فيه عليه السلام الدليل العقلي القاطع والمتمثل في قوله فمن أعد الأول أما القائلون بانتفاء نهائية القسمة فيرى الأشعري أن القرآن يرد عليهم صراحة بقوله سبحانه وكل شيء نحصيناه كتابا إذ محال إحصاء ماليا نهاية له ثم علق أبو الحسن على ما تقدم بالقول وكل ما ذكرناه من الآي أو لم نذكره أصل وحجة لنا في الكلام فيما نذكره من تبصيد وإن لم تكن كل مسألة معينة في الكتاب والسنة لأن ما حدث تعيينها من مسائل العقليات في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلموا فيه الجواب الثالث بين فيه الأشعري بأنه لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عالما بالأصول السابقة ولم يتكلم فيها تفصيلا لأنها لم تحدث ذمانه معينة فإنه وصحابته تكلموا في القضايا التشريعية التي احتاج المجتمع الإسلامي إلى معالجتها فيما له تعلق بالدين فناقش الصحابة وجادلوا بعضهم بعضا وتناظروا في مسائل العول والجدات والفرائد مما لم يرد فيه نص سماوي واختلف بعضهم مع بعض فردوا المسائل الفقهية الفرعية الجديدة إلى مواقع التنصيص عليه أما الحوادث التي حدثت في الأصول المتعينة في مسائل فينبغي لكل عاقل مسلم في نظر الأشعار أن يرد حكمها إلى جملة الأصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة وغير ذلك لأن حكم مثائل الشرع التي تريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع الذي تريقه السم وحكم مسائل العقليات والمحسوسات التي يرد كل شيء من ذلك إلى بابه ولا تخلط العقليات بالسمعيات ولا السمعيات بالعقليات فلو حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة بهذه الألفاظ لتكلم فيه وبينه كما بين سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل وتكلم فيها ثم ختم الأشعاري رسالته بالعودة على البدء فأكد أن المخالفين في مشروعية البحث الكلامي ينبغي أن يقلب عليهم السؤال في الدعاء جملة للأقوال لم يقل بها الوحي ولا دخل في الجواب عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتى فيها أئمة المخالفين بآراء مبتدعة لم تأتي في القرآن ولا في السنة فيلزمهم بذلك إما الموافقة على إباحة الكلام في الكلام أو الوقوع فيما اتهموا المتكلمين به من ضلال وبدعة قال وإن قالوا لا بد للعلماء من الكلام في الحادثة ليعلم الجاهل حكمها قيل لهم هذا الذي أردناه منكم فلما منعتم الكلام فأنتم إن شئتم تكلمتم حتى إذا انقطعتم قلتم نهينا عن الكلام وإن شئتم قلتتم من قبلكم بلا حجة ولا بيان وهذه شهوة وتحكم هذه باختصار مضامين رسالة أبي الحسن في استحسان القوض في علم الكلام يظهر منها موقفه الحاسم في تقرير أهمية بل وأولوية البحث الكلامي بالنظر إلى خطورة المجال الديني الذي يذوذ عنه وتلبية لحاجات شرعية استلزمها تجدد القضايا وحدوث إشكالات أصولية عقدية فربها التطور الثقافي للأمة والصراعات الميتافيزيقية التي رافقت تعقد المواجهة مع الحضارات والقيم والخلفيات المذهبية للشعوب المعتنقة للإسلام فضلا عن تلك المعادية للحضارة والفكر الإسلاميين في الإشارة إلى الفلاسفة والباطنية والعقلانيين والغنوصيين عموما عنوان ما قبل آخر المشروعية المشروطة في غير الاستحسان بالنظر إلى كتابات الأشعاري ومؤلفاته الأخرى نسجل تبلور التنظير الأشعاري للفكرة الملزمة بالخوض في علم الكلام حاضرة في كل أعماله التطبيقية حيث كانت جميع هذه الأعمال مجالا للتنزيل البحتي الكلامي في عرض ومناقشة المباحث العقدية ولا أدل على صدق هذا الكلام من تضمن الكتب المحسوبة على الموقف العقدي القريب من رأي المحافظين كالإبانة نفسا كلاميا لابسه الجدل العقلي وتجلى فيها توظيف الحجج والبراهين الفكرية التي ورد الكثير منها في رسالة الاستحسان والحق أن الذي يفهم من كلام ابن مجاهد مؤلف رسالة إلى أهل الثغر وكلام شيخه الأشعاري الذي نسبت إليه الرسالة السابقة خطأاً أولاً أن أبو الحسن لم يحكم بحرمة استعمال الاستلاحات الكلامية والأسلوب العقلي في تناول قضايا العقيدة نظراً للحاجة إليه في مناقشة خصوم العقيدة الذين لا يعترفون بالوحي أصلاً فقد ساء كل من الأستاذ والتلميذ إلى تخفيف النفور من طريقة العقلانيين وإباحة اعتماد المنهج الكلامي مع التنبيه إلى أن المنهج الذي وجه إليه الوحي والمنطلق من الخبر التوقيفي هو الأسلام والأفياد للمكلفين لأن المكلفين فئات ومستويات تختلف في المدارك والعقول والأفهام هنا مجي إلى الاجتهاد الغزالي فلذلك كان المنهج المرتكز على الوحي وعلى المعجزة القرآنية أسلم في إثبات أخبار الغيب ومضامين الوحي عندما يتعلق الأمر بجمهور المكلفين احترد نرجح هذا وحين يرتبط خطاب التكليف بالمضامين العقدية الغيبية فالنقل أدق وأوضح وأسلم في التقريب لأن مصدره رباني معصوم وخطابه أنسب للمخاطبين كافة ولكن هذه الأفضلية لا تعني باتاتا رفض المنهج الكلامي بربمته لأن الحاجة إليهم تبدو ملحة في مناقشة نوعية أخرى من المخاطبين بل يدافع الأشعري عن هذا المنهج بوضوح كما عرفنا في لسنة الاستحسان ومع ما تقدم ولكي تستقيم الرؤية ويرتفع اللبس أكثر ينبغي التفريق في دفاع الأشعري عن علم الكلام واستدلالاته انطلاقا من كتبه المتعددة وأفكاره ومن ناساقيته بين المستوى المضموني المتعلق بالقضايا والمستوى الاستدلالي المنهجي فإذا كان أبو الحسني يظهر متحمسا في دفاعه عن علم الكلام وأهله فهذا لا يمئ إلى الدفاع المطلق الكلية عن مشروعية علم الكلام أي الدفاع عن كل المتكلمين إذ لا ينبغي أن ننسى أن الرجل كان منتميا ومتخندقا في الصف السني ولا يجوز إغفاله أنه كان متصدر لمذهب جديد يسعى إلى كسب المشروعية الدينية والعلمية من الأوساط المختلفة ولذلك فدفاعه هناك ستحضر الكلمة سيد الوزيرة الصباح فيما يتعلق باستحضار التاريخ في القراءة العقيدة ولذلك فدفاعه إنما كان عن كلام بمقاييسه التي ساء أن تكون قريبة من أساليب السنة واعتراضه وهجومه تأسيسا على هذا موجه إلى المتكلمين والحكماء المخالفين بانتماءاتهم المتعددة اعتزالية وشيعية وفلسفية ومثنوية وغيرها خاتمة استيرت إلا سمعت إنهم إذا كانت الفرق الكلامية المختلفة تشترك في الكثير من الآليات والأساليب الاستدلاليات المشكلة للبناءات العقلانية في النقاش الكلامي فلا شك أن الأشعرية لم يملك إلا أن يدافع عن المخالفين فيها من الفرق الكلامية وينتصر لحقهم في سلوك أساليب الكلام المختلفة لكن المنعطف الحاد الذي يتوقفهم فيه دفاع الأشعرية عن المتكلمين هو كما يؤكد عليه كتاب الإبانة تلك الحيثية التي يختلف فيها المضمون العقدي وتتباين الآراء بل تتعارض عندما لا تجعل المنصوص عليه توقيفا في أخبار الغيب والميتافيزيق أساسا لها هنا يعطي الأشعري الأسبقية للشرع وللخبر ويجعل العقل والمنهج الكلامي تابعا لا متبوعا لأن الوحي ومنهجه أوضحوا وفق عبارات تلميذه ابن مجاهد صاحب رسالة أهل الثغر وأسلموا وآمنوا للباحث والمتكلم من طرق الكلام المأخوذة من طرق الفلاسفة الذين يذكروا الأشعري أنهم في أصولهم أهملوا الوحي لانطلاق منهجهم من معرفة الوجود بما هو موجود ولأنهم أو معظمهم أنكروا بعثة الرسل وأحالوها وأكبر دليل على صحة هذه القراءة انتهاج الأشعري منهجا جدليا عقلانيا مبنيا على الشرع والوحي في عرض القضايا العقدية التي تناولها في كتبه المتعددة والحمد لله رب العالمين